موسيقى السلام عليكم ما زال الحديث المروع والذي رح ضاحيته عشرات المواطنين حرقا في ويلية من رصت يبكي كل الجزائريين خاصة وأن الحصيل كانت ثاقل جدا ولن تصدق ما فعله بعض أشبه الجزائريين في هذا الحادث وتدول ناشط على منصة تيك توك فيديوات صادمة ومروعة قام بالتقاطها مستعملية طريق والذين كانوا يمرون على الحفلة المحترقة وبينما كان رجال الحماية المدنية يخمي دون النيران ويخرجون الجثث قام هؤلاء الأشخاص بتصوير العضاء البشرية المحترقة والمتناثرة والتي تطيرت من الحفلة أثناء احتراقها وانفجارها ونشارها للجمهور غير مبالين بما شعرها لضحية وطلب ناشط من هؤلاء الأشخاص إلى ضرورة حذف الفيديوهات فورا ومرعاة ما شعر النس والتوبة إلى الله قبل فوات الأوان ترجمة نانسي قنقر